عزاء المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلة طبعا اليوم معنا الأخ أبو الحكم ابن كثير في رحلة أخرى في قصة محمد من الألف إلى الياء بالبداية خلونا نرحب الأخ أبو الحكم أهلا وسهلا فيك أخي أبو الحكم أبو الحكم يا ريت الميوت عندك لأنه شغال الميوت حبيبي جانا أسلم عليك وأسلم أعطر ذلك أسلم عليك على برقية المشاهدين والمشاهدات طبعا المشاهدات قبل المشاهدين مفروضة لا يا رجل لا يا رجل يعني طول بالك شوف مين على الشات عنا الأصدقاء الموجودين على الشات يا شباب يا ريت بدنا أسئلة ما بدنا مشاحنات يعني حبيبي حبيبي أسلم عليك وأتمنى الحلقة تعجبهم وأتمنى يشاركوا إيانا بالأفكار بكل تأكيد يعني بكل تأكيد أصدقائنا متابعين يعني شكرا لكم لمتابعاتكم أصدقائي أبل حكم منين نبدأ؟ أبو الحكم منين نبدأ؟ بس دا يا سر بس دا يا لوا هذه المشاهدات للمشاهدات يا حليم والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة ألم تري ما بتنا به الليلة من الخير والبركة حيين أخذناه فلم يزل الله عز وجل يزيدنا خيرا ثم خرجنا راجعين إلى بلادنا والله لقطعت أتاني بالركب حتى ما يتعلق بها حمار حتى إن صواحبي ليقلن ويلك يا بنت أبو ذؤيب هذه أتانك التي خرجت عليها معنا فأقول نعم والله إنها لهية فقلنا والله إن لها لشأنا حتى قدمنا أرض بني سعد أرض بني سعد اللي كان بي محمد اللي يم حليمة السعدية يعني طالح فيلم هواي ناس شايفينا الفيلم هذا عن حليمة السعدية ترضعه وخطب الرضاعة وشي ماء ومعرف شما الموم وما أعلم وأرضا من أرض الله أجدب منها يعني جدب مو زين يعني فكانوا مصورين الشي لكن محمد شغل النووي ماله كله صار جرميلي يعني فإن كانت غنمي لتسرح ثم تروح شباعا لبنا فتحلب ما شئنا هاي لما محمد صار عدم وما حوالينا أو حولنا أحد تبض له شاتم بقطرة لبن تبض شنوع وإن أغنامهم لتروح جياعا حتى إنهم ليقلون لورعاتهم أو لورعيانهم ويحكم انظروا حيت تسرح غنم بنت أبوذ أبي ذؤيد فاسرحوا معهم فياسرحون مع غنمي حيث تسرح يعني وصفهم يوم لي جبيا محمد يعني زاد الحليب مع غنم يعني والقموس وكل شيء فاسرحوا معهم فياسرحوا مع غنمي حيث تسرح فتروح أغنامهم جياعا ما فيها قطرة لبن وتروح أغنامي شباعا لبنا نحلب ما شئنا فلم يزل الله يرينا البركة نتعرفها حتى بلغ سنتين يعني هذا محمد صار سنتين فكان يشب شبابا لا تشبه الغلمان طبعا شب هنا يعني ما عرف حاقنينا الملائكة حاقنينا يعني عبر خاصة ماضي بعد فكان يشب شبابا لا تشبه الغلمان فوالله ما بلغ السنتين حتى كان غلاما جفرة يا أخي يعني يجذبوا جذبة معقولة سنتين بعده بأغماما ما يعرفه جفرة إيش معنات جفرة أخي أبو الحكام الصوء يعني صراحة ماضية الغلامة جفرة يعني بداية يعني عبر العشرة مثل يجي الغلام اللي بداية ينقول يعني يعني باعتقادي يعني غلاما جفرة لو يكون ليش أقول شي من عندي بس أعتقد اعتقادي أنه أما يكون بداية أنه غلام بداية يعني لما يظهر العانا أو معك شنو هالأشياء أو يكون ب يعني غلام شبه بالغ يعني أو غلام زكي لا يكون غلام زكي يمكن غلام هناك كلمة غلامي تدري الغلامي يبدي من عشر سين فوق عشرة إلى أربعطاش هذا كل غلامي يقول لي يعني أي فقدمنا به على أمي ونحن أظن شيء به مما رأينا فيه فيه من البركة يعني شوف تشذب إنه سنتين عمره ومكأنه مفت غلام السنتين بعده يعني أنت تدري يا جان أنه لا يعرف يحكي ولا يعرف يقول يا دوب يقول ماما وبابا وأطفال سنتين بعدهم ما ماشي يعني إذا تأخروا شوي هذا لا صار غلام يعني شوفي ناس راح يحكي أمينا مثل المسيح ولما رأته أمه قلت لها دعينا نرجع بابننا هذه السنة الأخرى فإنا نخشى عليه وباء مكة يعني هاي أمه لما شافتها السنة الثالثة هم منها مرادتها قالت لها خليه أكو وباء بمكة خليه أروح أشوف شغلي تنصب العلم يعني وغلوني أكمل شغلي يطلع أخواتش فلوس وبعدين يجي أخبر فإنا نخشى عليه وباء مكة فوالله ما زلنا بها حتى عوالك الوباء ما ينتشر في كل مكان ما زلنا بها حتى قالت نعم فسرحته معنا فأقمنا به شهرين أو ثلاثة فبينما هو خلف بيوتنا مع أخ له من الرضاعة في بهم لنا ممكن ما انتقل جاء أخوه ذلك يشتد فقال ذاك أخي القرشي جاءه رجلان انتبه هنا يعني المرض فشقه بطنه يعني شذبه يعني معقوله شوي فشقه بطنه فخرجت فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه يعني خفنا عليه نروح نشوف شبيه هذا فنجده قائما منتقعا لونه ما تغير لونه طبعا دولات اللي ياخدوه معروف ش يساون بي يعني شو يساون بي فاهمنا فاهمنا بالحك يلعبون على لا 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 اش بتعرف تعرف انه انت حكيت كلمة ولكن البس بتوقف بصراحة يعني ارجع عيدة يعني اه يا ريت لانه عن جد انا ما سمعتك اوكي فبينما يعني لما شافوه أخوي يعني هذا يعني ما تذكره صح؟ او ما سمعتك فبينما هو خلف بيوتنا مع أخ له من الرضاعة ببهم لنا بهم يمكن نزرعه مكان لهم يعني يتابع لهم جاء أخوه ذلك يستده فقال ذاك أخي القراشين يعني يقصد أقولي بالرضاعة جاءه رجلان عليهما ثياب بيط فاضتجعاه يعني مدده فشق بطنه طبعا هم يقولون هذه الرواية رواية أخرى محمد هو يحكي فاضتجعاه فشق بطنه فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه يعني خلقنا علي رحنا له فنجده قائما منتقعا لونه يعني لونه تغير لونه تغير يعني فاعتنقه أبوه يعني حبنا وقال يا ابني ما شأنك شبيك شطار بيك قال جاءني رجلان عليهما ثياب بيط اضتجعاني هذه اضتجعاني حطوا عليها شمقوز يعني اضتجعاني وشق بطني يعني أما هو مستحي طب مين أبوه 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 مين لما عم بيقصد أبوه مين أبوه يعني أبوه يعني كلنا اللي متبني يعني ما هو عند جماعة اللي مستلمينا هو وين عنده أب أبوه توفى هو بعد البطن هو يقصدون أبوه يعني رجل حليمة السعدية اللي ترضع يعتبر أبوه يعني بالرضاعة أعتقد شون أخ بالرضاعة يمكن هذا الأبي يكون مو بالرضاعة يعني يكون يصيح لبابا لأنه مثل يصير أخو الأولاد نفس الشيء بالرضاعة يصير أخوهم فيصيح لبابا يعني لأنه عايش يمه يعني عايش يمهم بس بشان موضحها للأصدقاء أوكي كل إنسان يعني شغلة ترضاعة للمسلمين أكثر من يعرفون بس اللي ما يعرفون وضحها لهم يعني بالإسلام موجود إنه أي مرأة يعني ترضع شخص آخر يعني مثلا طفل صغير الأماية مثلا ما عدا حليب أو شيء تروح ترضعها عد عد بحدة صديقتها ومن منطقة وهذه إذا رضعتها يعني قسم يدون خمس رضعات قسم يدون عشر رضعات حسب يعني كل يعني الحنفية يختلفون يعني الشافعية اللي هم إذا رضع عدد من الرضعات رح يكون أخ وأخة لجميع العائلة يعني الأخوة والأخوات رح يكونوا يحرمون على بعض على أساس إنه حليب قومهم سواهم على أساس يعني في اعتقادهم الحليب هو اللي يشبب الإنسان ويدخل بالدماء ويبني الإنسان يعني في يعتبرون أخوة يعني حرام يتزوجون الله على أساس فيكونون أخوة يسمون بالرضع حتى لو كان أخ أي أخ أو أخت يعني الحليمة السعودية قد ولدوا بنات عدد رح يكونون أخوان محمد بالرضع لأنه رضع من أمه هاي كانت هاي الحيلة تسعمل عائشة لأنه هي ما عدا حليب كانت تجيب لما تريد تنكشف على الرجال كانت تجيب تجيب أختها وبنات أختها كانوا يرضعون يرضعون أي شخص يجي كبير بالعمور يعني عمره 30 سنة 40 سنة ممهم يجي يرضع يجي أظنه يرضع هاي حقيقة كنت ذاك الزماني حتى أرضع من هذا البستاني طبعا هاي حقيقة إنه كانت عائشة تجيب بنات أخواتها على أساس دولة يكونون شنو أخوانا بالرضع لأنه قرابة يعني شوف شون يلبوها لفة طويلة عريضة يعني يخلون رجال كبير 30 و40 سنة لازمين سرة لازمين سرة عصف وقبين والله شنو بدنا نشوف عائشة لازم نرضع حبلها يعني يعني شوف المخ يعني هذا الشي مضحك هذا حقيقة يعني وعليه حديث كثيرة حتى يعني قسم من زوجات محمد قالوا إحنا ما نأخذ بها الرخصة إذا تيت تأخذ بها عائشة إحنا ما نأخذ بها الرخصة هي القضية المعروفة لما قصة بالمناسبة راح أتكرها أكو مولو حذيفة كان عنده يعني ابن تبني بالتبني كان متبني فلما محمد اشتهى زين بالقصة نعروفها فحرم التبني يعني فقال أنا ش أسوي سالم مولا حذيفة هذا اللي كان يعني حذيفة عنده سالم من ربي يعني وتبني يعني فقال يا رسول الله أنت من يوم اللي قلت يعني حذر من التبني أنا ما قدر أخلي هذا الشاب شاب عمر 25 سنة وعند اللحية يعني ما دام حرام التبني هذا شي سوي عندنا شنو الحل فقال لها قال لمحمد روح قال قال لها أرضعي راح يكون ابنكم بالرضاعة يعني أرضعي خمسة رضاعات المشبعات خمسة أو قسم يقولون عشرة كل مدى بيختلف عن اللغ المهم هذا مو قضيتنا يعني مو مهم كم رضع المهم يعني موجود هذا الشي قالت لها مرت حدي فقالت لها كيف أرضعه يا رسول الله فهو رجل دولحية قال شو أنا رضع قال ضحك حتى بدت نواجده أي حلو يقولون المسلمين أي حتى بدت نواجده يعني التسام لك تسام كبير على سنة فقال له خلاص أنت ما عليك رضعي ويحرم فشوف يعني ما حب كلمة وثقة أكرم أنه كبير قال أنا أعلم أنه كبير ما عليك أنت رضعي يعني يعني أقول لك يعني رضعي خلاص فأحلى شي ورا ما ترضع يقول تحتي أم سالم يعني بنا بالتبني تقول يعني من ذاك اليوم اللي رضعت زوجي ثاريرا فتحا يعني صار يرتاح لأشياء الله لأنه خلاص وعتبر ابني يعني تخيل عمر 25 سنة قاعد في عضنا وصار يلقى متديها ويمتصل الحليب وين عدا حليب أصلا ما دع أطفال آخرين ولا لا من عين لها الحليب يعني الحليب أصلا ما بنوجد إلا لما يكون الأنذة والتان بس قالوا قالوا حتى لو ما عدا حليب الموم يحط فام في ثادية يعني يعني تخيل إن موظف وياك يعني يكون موجود على أساس حرام المرأة تكون مياه فأنت ترضع من الموظفة فتكون أختك بالرضاعة والنكتة إذا تجيز الزواجة حلال عليك يعني يعني ما أفل شون أخت ويقدر يزواج يعني لو يفسر المياه حمادة أن يرتاح وياك المهم طبعا أنا أكو اعترض بعض العلماء طلع الحويني الحيواني الحويني طلع هذا مشهور الحويني قال اللي يقول تحط له في كباية هذا الكلام كلام فارغ قال لأنه إذا هذا صحيح الكلام كلنا نضع ملقا موسى قال قال يعني الجاموسى نحط القلاس ونشرب قال أهم شي التقام الثدي لازم يكون بيه التقام الثدي مباشرة حتى على هذا ناقش وعاند يعني هذا الدين يعني شوفوا يا مسلمين إنه شلون يسوون طرق ملتوية حتى ياريت الطرق الشريفة يعني معقول أنا أخلي مرتي واحد لا يجي أرضع الواحد كبير بالعمر والله شنو سوى يعني بس ما قلت عملية جنسية شبقى إذا يمستدي زوجتي يعني شبقى بعد شبقى يعني المهم يعني ما راح تقوم الشهوة عندها إذا عملها العملية طرعا هاي دين هاي دين البسطرمة يعني هذا هو دين دين محمد دين الشهواني والمسلمين للأسف الشديد بتهمونا بالشهوانية وهم دينهم كله يعني سكس ماش منه غير السكس فيه والقتل والحب فضل أخي فضل هو يعني بدل ما يمنع حالة الشغلة التبني من الشغلات وبلاكس يلطي مجال كل واحد يقول يلا أنا أرضى عملتك يعني يمكن سوى عليه تمثليات يعني بمصر قال يلا وأكفوا بالدور حتى رضعكم وكتنوا ورا تكونون إخواني يعني يعني عقل عقل ما يقبل وإذا المسلمين يقولون هذا كلام مو صحيح هذا حديث صحيحة وموجودة والحويني أيدها وقال على الأقل على سالم بن شسمه على سالم مولو حذيفة وكلام عائشة حديث عائشة أنه كانت تجيب أخوتها أو بنات أخوتها يرضعون الشباب اللي يردون يشوفوها هاي أكيد مية بالمية والدليل على هالشي بعض أخذوا بل يعني الإجازة وبعض ما أخذوا بي على كل حال نكمل وين وصلنا وشقا بطني ثم استخرجا منه شيء فطرح هذا محمد جاء يحجي قال جاءني رجلان عليهم يا بمبير اتجعاني نفس الكلام اتجعاني وشقا بطني هناك رواية أخرى نقرأ ما أخذنا فوق الجبل وشقا بطني ثم استخرجا منه شيء فطرحاه يعني عبالك شسمة قلب مال شسمة ماكو تطبح الخروب تطلع القلب ماله وترتبه وتقسكسه كأنه يعني قلبه نزع الدم شون يشتغل ماذا على أساس نزعوا منه شيء مثل العلقة صوداء لا طلعوا طلعوا عندما ما تقرأ شيء يكون يضرب أخرجوا قلبي لي برا يعني طلعوا قلبه برا غسلوها وستشوف يغسلوه مع شنو ينظفوه وحمموه وبعدين يضربوه ورميج وبعدين يدخل الموم شوصل عقلبه عاش مادر يعني لأنه كان وصخ بشان ينظفوه لا هو صغير كان بعد ملحك بس يعني عنده المرض من الطفولة يعني عند هاي المرض تخيلات أو شيء يعني هو أعتقد شيء ثاني يعني عمله ويا الموم نكمل ثم استخرجاه منه شيء فطرحاه ثم رداه كما كان يعني طلعوا وطلعوا منها العلقة السودة على أساس ودخلوا مرة ثاني يجو وخيطوه وما كان خيطا ما يبين شون صديق أنا يجي أحتيت واحد يضحك علي إذا أحتيت حتي فرجعنا أبوه فقال أبوه يا حليمة لقد خشيت أن يكون ابني قد أصيب فانطلقي بنا نرده إلى أهلي قبل أن يظهر به ما نتخوف يعني خلي بسرعة رجع الأهل لأنه ظهرت علامات غريبة يعني على الأشياء اللي صارت يعني هنا المشكلة إحنا اللاحظ كل ما يجي كلام عائشة عيوش ما يجي اسم عائشة محمد يتنازل على أي شي يتنازل شان عرفت فيعني دلدول ما لها شان يعني محمد فشانت بأي وقت يعني كل الزوجات ما سوى العملية ما الرضاء عيسة وتا مهمة لا محمد ولا شي حتى لما انقلب وجقها أنت مصرحة السالم مولوح الزيبان يعني يعني هو ما عجب ما أكو أحاديث يقول محمد ما عجب لما سوت الحركة ما أنه تجيب الناس وتردع ويخلون علي الرياجين براحة الناس من السراء فحتى تجدى تتحسر قد أمم تدري لما يكون أخوك بالرضاعة تجدى تلبس براحتك تلبس نصكم شعرك مبين لأنه يعتبرون أخوان في الرضاعة مجرد جوي رضعمون أخوتها وبنات أخوتها يعني شو بالعقل يعني المهم فانطلق من الرضاعة قبل أن يظهر به ما نتخوف يعني يخاف ينشك وأنه الجن يعني هذا أول المرض الذي به ومن معتقدين الجن قالت حليمة فاحتملناه فلم ترعى أمه إلا به فقدمنا به عليها جبناها جبناها على الأمه فقالت ما ردكما به ظئر ما عمش ما هي ظئر صراحة فقد كنتما عليه حريصين يعني شوف الأمه تشكي بدل ما تجي تأخذها بحظنة تهتم بي ليش جايبين ليش جايبين إلي يعني أنا مشغولة يعني فقال لا والله ألا إن الله قد أدى عنا وقضينا الذي علينا يعني يعني اللي علينا سبعي نابع وقلنا نحشى نحشى الإطلاف والإحداث نرده إلى أهله يعني نتحاشى يمكننا نحشى يعني نتحاشى يصير بفد مكرو أو شيخ المقدن بأهله فقالت ما ذاك بكما فأصدقاني شأنكما قالت قولوا تصدق بش فيش ليش لدون ترجعوا لي آمن قالت فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره حتى قلنا لها قصة الأثنين الجو يأخذو والشغلات اللي شرحتها فقالت أخشيتم عليه الشيطان آمن أخبره لأنك من عرفت يعني أنت قابل النبي أو شكرا ما تعفن عنه كلا والله ما الشيطان علي من سبيل لأنك من أخبرت هذه الحتي آمن يعني أنت مدرج الشيطان لا يستطيع لأهله 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 المهم يمكن تشطر هاي شغلة النور يمكن تحتي عنه اللي وزع الحلقة إذا تحب أرضها بهذه كلا والله ما الشيطان عليهم السبيل والله إنه لكائن لإبني هذا شأن ألا أخبرك ما خبره قلنا بلا يعني تريد تبحك عليهم تقول لهم هذا بركة هذا أنتوا ليش تريد أن تراجعون إياه تريد تخلص منها صراحة فإحنا نعرف لحد خمسة سنين كان يم وبعدين لما أخذت هي بالطريق ماتت حتى اليوم اللي أخذت به كان يمكن عدة تأنيب ضمير ومتد ستموت وبطريق ماتت يعني عبرت عليهم كلاوات مثل ما نقول في العراق يعني ضحكت عليهم ألا أخبرك ما خبره وقلنا بلا قالت حملت به فما حملت حملا قط أخف علي منه وهنا يجي السؤال إنه هذا الكلام مين قال إلا إذا وحدك كانت قبل حامل يعني قبل كانت حامل وذبت طفل وتقول إنه ما كان علي أكثر من واحد أكيد كانت وإلا قالت الحملة اللي قبل كان أسهل قالت ما حملت حملا أسهل منه يعني إحنا ما نعرف عنده أخوان ما عنده منه أخوانا وهذا رأسا يبنع الشك بنسبة يعني لأنه ولد بعد أربع سنين من وفاة أبو يعني هو ولد وين يعني كانت تأخذ الحظانة وتراغ وتدخل جو ومغل وكرا شنو يعني ما أدري المهم فما حملت حملا قط أخف علي منه فأريت في النوم حين حملت به كأنه خرج مني نور أضاءت له القصور الشام طبعا نحن أرضنا هذا النور الرباني شون توزع كهرباء توزع في كل مكان يعني جاني أعرض كيف مع عرضنا حال يعني ما من أن أعرض مرة ثانية يعني صراحة زوين عليها فيلم أنا وأخوي رياض طبعا طبعا تابعناكم استلمت يعني فرأيت فما حتى وين وصلنا أضاءت له قصور الشام ثم وقع حين ولدته وقوعا ما يقعه المولود يعني وقع عليه معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء فدعاه عنكما يعني إنها مبين تخلص منها مرة لو قد كنت تستسو ون اتوال متعو مش قد برك يعني اخذوه يا كما تستفادون من عنده يقول هذا الحديث قد روية من طرق أخر وهو من الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل السير والمغازي يعني هذا الحديث مشهور يعني الكل يعرفوه يعني إنه تانبركة والنور توزع في كل مكان لما وقع حماد الريك وقال الواقدي حدثني معاذ بن محمد بن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال خرجت حليمة تطلب النبي وقد وجدت ألبهم تقيل فوجدته مع أخته يعني أخته رباح ما أرى ألبهم تقيل يعني فقالت في هذا الحر يعني في هذا الحر يعني مطلعين فقالت أخته يا أمة ما وجد أخي حر رأيت غمامة تضلل عليه إذا وقف وقفت وإذا سار سارت حتى أنت إلى هذا الموضوع يعني هذا نحن نسمي قص بالعراقي لما واحد يحكي شيء يقول هذا يعني يجذب على أساس كوغيم ومهتم بالحرارة وينما كان يوقف الغيمة لأحقته يعني يقول يعمل له يجي وراء كيف تعمل لل شو اسمه للإدجاج للبنك بسة تعمل له تاية الحك أو تشلب والغمامة لأحقته وينما يروح وقال ابن سحاق حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله إنهم قالوا لو أخبرنا عن نفسك قال نعم أنا دعوة أبي إبراهيم طبعا شل إبراهيم سوى مسلم طبعا وبشرى أخي عيسى أخوه صار عيسى يعني عيسى سوى أخوه وعيسى على الأقل يقولون عنه أنه روح الله ما تقول لي حتى رضاع وكبينها ورأت أمي حين حملت به إنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام أنت منين سمعت لأحتي أنا أردى عرف صدق منين سمعت ألا ما أضاءت له قصور الشام أنت شنت صغير عمرك أربع سنين خز سنين أمك ماتت أنت منين عرفتها القصة ما أضاءت له قصور الشام ما شاء الله واسترضعت في بني سعد بن بكر هذا يحكي هو شبه يعني فبينما أنا مع أخ لي في بهم لنا بهم أصور مزرعة حيوانية للبهم مزرعة يمكن مزرعة أو هيك شي مزرعة جمال أو شيء من هالقبيل أي أعتقد هيك شي الشغلة خصهم يعني ما نعلم هو مكان على الأكثر مكان أتاني رجلان عليهم ثياب بيض معهما طص من ذهب يعني قاسة من ذهب ليش من ذهب ما أدري صراحة معقم ما أدري بعد معهما طص من ذهب مملوء تلجة فاطفجعاني فشق بطني ثم استخرج قلبي هنا أوضح يقول ثم استخرج قلبي فشقاه يعني عد طلع القلب وفصلوه عن جسمه وشقوه قلب مقصوه فأخرجا منه علقة السوداء فلقياها يعني يعني هلأ خلينا ناخد حكمة خلينا ناخد مسألة النور يا أخيه طالعوا قلبه وحطوه برا بالأكسجين الاصطناعي ما شو حاله هل علقة السوداء هاي يعني كل هاتنا منعرف إذا فيه تخثر بسيط في القلب يؤدي للجلطة فهالعلقة السوداء اللي يقولون تقريبا بحجم الاصبع يعني هذي كان موجودة ومحمد ما كان يصيبه شيء هي العلاقة جاية من مو يقول ثم خلقنا موضوع علاقة العلاقة تكون يتجيب الفرغان يقصدون بها يصير مثل العلكة يعني هيك هاي طبعا دم المخطر هو رح يكون حجم أصور قد الأصبع صغير على الأقل مو بالضبط بالضبط يعني هاي هاي المشكلة إنه حتى لو أخذنا إنه طالع علاقة يا أخي طيب يعني موجودة هالعلقة هاي أصغر حبة بالساوي الجلطة للبني آدم يعني شو يعني يعني هم تشغلوا هبسين كفوفل ولا لما اشتغلوا وليش لما خلصوا ورجعوا لقلبه مرة ثانية كيف المسكروا لبطنوا يعني مكان العملية ما بينه بتعرف أنا بدي أسأل سؤال هون يعني هل الله هذا كان غلطان يعني لما نزل خلق محمد هل كان غلطان أنه عيفله علقة بقلبه بعد شاعدين يبعت عملية تصليحية يجوا هدول الملكين يصالحوا يطالعوا هالعلقة يعني مثل تلسكوب هبل خلينا تلسكوب هبل 93 لما بعتوا على الفضاء كانت المرأة يتبعوا فيها مشكلة فرجعوا بعتوا جماعة ناسا بعتوا رحلة تانية لتلسكوب هبل حتى قدروا يصلحوا هال المرأة تبع القعورارة أنا نساني الكلمة بصراحة يعني محمد نزل الله نزل محمد وبعدين حس أنه في عنده غلط بقلبه موجود فيه شغلة راح صلح يعني يعني يعطونا عقول يا ناس يعني إذا الله يعني بيعرف محمد وعلى أساس محمد هو أول ما خلق يعني بيقول بروايات قبل آدم وقبل الكون كله أصلا يعني محمد هو أساس الكون كله لأجل هو خلق الكون فهل من المعقول يعني يغلط في خلقه بعدين يبعت رحلة تصليح وشان يصالحوا يطالعوا من قلبه هالعلقة هاي والشيء الأسود هذا الجان المشكلة مو إنه عند علاقة وما عند علاقة يعني إحنا الطريقة اللي يصلحون بالموقف مثل ما يقول يعني الشرح ضيع علينا كل شي يعني مثلا ما الشي اسمه الحصان الطائر هذا اللي طار بالسماء هذا البراق زي هذا البراق أنتو قولوا أن الله قال كون فيكون يعني قولوا له قدر عالية وخلص سحبوا مرة وحده وخلا عنده مشكلة بقلبه أنت أصلا تعرف أنت هذا رح يكون نبي مثلا يعني نمشي على حقول المسلمين يعني تبكيرهم أمشي بياهم خطوة خطوة هذا محمد من طفولته ليش تصير بعلاقة أصلا إذا أنت خالق حتى تسوي نبي ليش تسوي بعلاقة وتبعث نات ويقول بطنه على شنو يعني ليش على شنو يعني ليش تسوي الحركة يعني بعد أن يعني علي من تضحك يعني شنو شكوا لبطنه وضق عايش ويرجعول قلبه بمكانه وحتى مكان الخياط ما بيبين ويقول له خلص شلت العلاقة وخلص كن فيكون انتهى لا لذا وأصلا لازم العلاقة لا تجي لأنك انت محطر ويصير نبي كيف يصير في علاقات يعني يعني مثل ما يقول المجنون يحكي المستمع عائل يعني انته تفكر يا مسلمين يعني هذا بياه منطق وكل أحاديث صحيحة يعني احنا ما جايبية من جيبنا هاي جايبة يعني من أصح الكتب الإسلامية يعني المهم يعني اللي يريد هو وهذا الشيء كلام ما بي أي منطق أي منطق ما بي يعني شغلوا لقلب العلاقة ممكن تأثر عليها بس ما شغلوا لقلب ما راح تأثر عليها يعني شوية شغلوها للجمجمة يعني بسيطة بسيطة طول بالك يعني صراحة يعني ما يخش بعقلي حتى لو أنا مسلم هالكلام ما أقدر استسيغي يعني مصعب عليه استسيغي يقولوني يا الله سواها بلحظة وضحاء يعني بلحظة واحدة سواها وشال العلاقة خلاص بلا ما يجيبوا طصة من داب يخسلوه ما بعد يعجلوه شي يعملوه من داب اسمع النقطة يعني الصراحة ما أعرف من جيب الكلام سيقوله يقول معهما طص من ذب مملوء ثلجا فالطجعاني فشق بطني ثم استخرجا قلبي فشقا وفأخرجا منه علق سوداء فلقياها يعرفناها ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج الثلج جايب منين جايب الثلج ما أدري حتى بالجزيرة العربية الثلج ما أدري منين يعرفون الكلمة الثلج أنا صراحة ما أدري يعني يقول غسلا بالثلج ما أدري على أساس ثلج ينظف أكثر من المي يعني هو الثلج أصلا يجمد الشغلات كله يجمدها يقضي عليها هن تعرف بالحكم هن المشكلة عندهم الثلج لأنه ما موجود فأكيد يسمعوا منه لأنه الفيكس كان سفر في رحلات كان يعيق يسمعوا بالثلج ببلاد الشام يصير فالثلج عندهم بالنسبة يعني شكل كثير كبير فلذلك طاصة ذهب لأنه ما بيعرفوا الذهب إشو هو شغلة قيمة كبيرة عندهم كانت والثلج قيمة كبيرة فمحمد هيك ولا لو هلا كان عايش كان قال والله كان الطاصة مثلا اندهب خلينا نقوله موجودة فيه مثلا سفيرته وعلى أشياء المعقمة يعني على الأقل يعني 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 هي أصلا هم يعرفون أنه الثلج مو معقم يعني الثلج أصلا الثلج اللي يقصدوهما طبعا ما كانوا صناعة الثلج بما ينقي وها الشيء الثلج اللي يقصدوه الجليد اليوغا يعني بالشتة بمكانات مثلا بسوريا الأردن العراق مابيا إلا بالشمال المهم يعني ممكن من هاي الطريق عرفه هذي يكون مليان بروح ذبه هذا الثلج اللي انت تحكي عنه ذبه بالماء يشوف كمية التراب اللي فيه خصوصا انه كلها صحرامة صحراوية يعني حتى لو نزلت مخصوص راح تكون مصخة قدرة تكون فهي معتقدين انه الثلج هو معقب اللي نقبلة سبشال ديليفري يعني لازم تكون معقب طعق قبل ما نكمل خلينا نتصل بالأخ جانو اللي بده يتصل خلينا نشوف الأخ جانو نشوف سبشال ديليفري للأخ جانو جانو شو رأيك بالسبشال ديليفري شو رأيك بالسبشال ديليفري يعني الغرب تعلّم من المسلمين هذا الـ خلينا نشوف العش� وشياء هم دايما السباقين يعني تحياتي لك حليلي جانو حبيبنا جانو حبيبنا جانو منوّر من كثير براظو عليك يعني جبتها من صميم طبعاً إذا نشوف الفرق بين خديجة وآمنة خديجة كانت غنية وهي رعد أطفالها كأم صالحة بس آمنة أم محمد ما كانت عنها أي شيء وما هذا ترك محمد مع حلمة السعودية مشان يرعاها هذا شو بيدل؟ بيدل أنه آمنة كانت تمشي على حال شعرها مثل ما قال ابن كثير أنه ما شفت حمل يعني مثل حمل محمد يعني شنو يدل على أنه كان حملة قبلها فإنشان هيك إذا ما كان حملة كيف تعرف أنه تفرق بين الحمل فهذا أول ثانياً محمد في حديثي بيقول أنه طلبت من الله أن أزور الحضرة أمني فوافق فلما طلب أنه يستغفر يعني يغفر اللي آمنة فأبا يعني ليش أبا؟ هذا يدل على شيء تاني أنه رد فعل محمد جاء أمي أنه أم محمد كانت ماشية على حال شعرها بالضبط يعني هي أم العلام يعني أم العلام أو العالم واحد فهو الخيمة يعني أهام لأن محمد ما شف منها الحنان ولا الرعاية ولا الأمن ولا أي شيء يعني فمشان هيك عندها كل ما بيقوله الرد فعل الانتقام صحيح وإلى مين في الكون يعني يعني بس في نقطة أخي جانو في نقطة أنه أنه الأمه عم تقول مثلا كان حمله خفيف وكان ما بعرف شو وطبيعي يعني طبيعي محمد ما عنده مشكلة مع أمه يعني إذا كان ولاده طبيعية وخفيف وشيء يعني الله بذاته فما بعرف إذا بسرة وشام منورت ليش تركتو يعني إذا شيء دائما منور اللي راح أتركه بالضبط يعني يعني في كتير أشياء سطحية بداية و يعني شين العاطفة شين القدسية راح تتلاقون إنه هادول عبارة عن شلة من المجرمين وحقراء شلة من المجرمين وحقراء وهم من المزبلة القوم طلعوا وصاروا وصاروا أسياد القوم يعني لأسف الشديد يعني متل ما قال أخي جانو يعني لو الأم شايفة النور اللي طلع وكان حمل خفيف ليش تترك ابنها يعني في أي أم تترك ابنها أربع خمس سنين في البادية وهي مثلا في المدينة يعني حتى إذا اعتبرنا مكة كانت مدينة يعني أي أم يعني أم عادية فما بالك بأم بأم سيد الخلق يعني اللي أم اللي طلع منها نور وكان حمله خفيف وهالحكي كله وبعدين بآخر الشي محمد كإنسان عادي خلينا نعتبر أنه أمه كانت عادية جدا مع مع محمد أمه إنسانة عادية يعني هل من المعقول الله اللي يعشق نبيه واللي فضله على العالمين فضله على كل البشر محمد يجي يرفض له الطلب لمحمد إنه يشفى على أمه يعني محمد يشفى على كل البشرية حتى لجعفر الطيار زوجته إيجا عن محمد قال شو صار بزوجه قال هو شهيد استشهده هلا بالجنة بيطير فصار جعفر الطيار بس محمد ما ذكرت إنه فقط عنده يعني أجنحة إذا يبي يكون عنده أجنحة لازم يكون عنده ديل كمان مشان يقدر يضبط الطيران أو مت على طريق السوبرمان يعني ما بتعرف انت بالطبع رجعهم شيلوا القدسية وشوفوا راح تلاقيهم مجموعة من الحقراء وشهلاء ومجرمين وفي أخ محمد عم يضب أنه يشوف صورة بلادة محمد هذا صورة الأخ محمد هو نفسه هذا المسلم لا محمد الخطيب محمد الخطيب أوكي أشوف لا أشوف إذا إذا موجود عندي ليش لا طالع أنا ما عدت أتذكر وبصراحة بأيها وحدة إذا موجودة أنا تفضلوا أهلا وسهلا على كل ما لقيت الصورة يعني ولادة محمد العجائبية خلونا نشوفها سواء أصدقائي يعني صراحة مثل ما قالنا الله يشفى على يعني محمد يشفى على كل البشرية عند الله وكل البشرية ما عنده مشكلة يجي الله اللي بيحب محمد قد الكون يقول له على أمه اللي حملته وتعمت فيه ووالدته يقول له لا أنا ما باش فعله أبا ما بدخلا يعني ما بأول شفاعتك فيه يعني شغل بده منطق شوي خلونا نشوف ولادته الرائعة طبعا آسف آسف أظن بس بالخربطة خلينا نشوف ولادته الرائعة هاي طبعا هاي طبعا متلنا اللي شايفين ولادة محمد هاي الله من هوني ومرطة الله من هوا عم بيطلعوا طبعا محمد طالع من النور اللذي خرج من آمنة أضاء قصور بصر والشام يعني محمد طالع مع النور شايفين أصدقائي هاي لمحمد القطيق الاستاذة اللي طلب يشوف الصورة هاي شوية بيشبه سوبرمان هو مو بس بيشبه سوبرمان صايرا يشبه يعني شوية بده يصير سبايدر مان هاي اللي وراها شنو اللي وراها ما عرفنا شي هاي اللي وراها المسكينة لما بزطلة محمد طالع فالغبرة من قوة الدفع صار غبار ها 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 يعني في فيه لحد بس ساعة هاي عقول تصدق هالهراء هادا يعني شيء محزن للأسف الشديد شيء محزن شيء محزن والمشكلة انه هالهراء هادا اللي دبحنا وخرب وطاننا وشردنا وشرد الملايين وشايفين نحن شو عم بيصير على كلنا جانو أنا بشكرك حبيبي ونخلي أبو الحكم يكمل في مقالاته تحياتي حبيبي جانو وبحبكم شكرا شكرا حبيبي شكرا حبيبي اتفضل أبو الحكم اتفضل يعني اللي حجيناه اللي انت حجيته لا يعني لا يكون غير عقله الباطن انه رافض أمه حاقد على أمه ما يقدر يعني سامحها لآخر عمره وإلا شون شان يشوف رقب النوفة اللي ما آمن بالإسلام راح دخل للجنة يشوفها بالجنة ويشوف أبو طالب أبسط عذاب يصير به مع العلم ما آمن به أصلا بظل كافر يعني وبعدين هم يدخل للجنة بينما أمه عقله الباطن ما قبل يدخل للجنة خلص قال ربي ما قبل خلص يعني هاي وحاوه يعني من ناحية إنه الطفل شانه انترك يعني نطيح حقي يعني لأنه خلص وحده تركته يعني فما يقدر يسامحها أبدا يعني التركته وقالها سمعة سيئة جدا جدا يعني فجباري بعقل الباطن مثل ما قلت لا يتحمل فممكن يشوف على كل البشرية اللي ما دخلت بالإسلام واللي كفرت واللي كل الكفار ولكن وصل لعند أمه يعني إنسان مهما كانت أمه يعني ما يجب ما يهيك كويسة معه ولكن من النهاية يا رق القلب بس هذا بعقله الباطني إنه فيه شيء أمي سيئة إلى أبعد الحدود وكان بوقتها أصلا يعني يعيبون لناس إنه بنسبه ما أعرف كيف يرقعون هذا الشيء يعني كيف يرقعون هذا الشيء اللي عن آمنة يعني ما فيه أي ترقيق هسا السنة الأولى كان فيه مرض بمكة مثلا سنة الثانية الثالثة رابعة خمس سنوات تركتها يعني هي أصلا مرعتها إذا مثل ما قال جانو كلام عجبني كل شيء إنه إذا كان إذا بيها النور كله ولا مثل ما يقول الشغلات الزينة اللي جاية من السماء معجزات هاي كلها ليش هي ما تحتفظ بيه حتى على الأقل يعني أمورها تمشي حياة تصير زينها يعني يضحكت على ذول الناس أنتم ما تدرون أنتم وين جايبين روحوا واخدوا هذا ترى بيه نور وبركة يجايبين عليهم قبل شانو ستلتجي صدقون أي شيء يعني يعني مثل ما قلنا يعني هي تركتها خمس سنو سنو سنتين المرض جغل بقيا يعني على كل حال يعني مهما تحاول ترقع به ما فيها يعني ما فيها مجال يعني بعدين غسلا قلبي ووطني بذلك التلج حتى إذا القياه ورده كما كان يعني رجعوه مثل ما كان وخيطوله بطنه وما حد شعب شيء ثم قال أحدوما لصاحبي يعني دول اثنين الملائكة اللي اشتغلوا العملية سوا عملية جراحية كانوا داخلين كلية الطب طرع الجنة كانوا داخلين ثم قال أحدوما لصاحبي زنوا بعشرة من أمتي ما عرف ليش يوزنوا يعني يعني صراحة ما أدري كان يعني يقولنه نبيه وشنو قال أزنى بالعشرة أمتي شون زناني ما أدري يا ميزان جاب شون سوى الوزن شون قاعد عشر نفرات وبعدين قاعد محمد وشون محمد بعد طفل جماله قال أزنى بعشرة من أمته فوزنني بعشرة فوزنتهم يعني صرت أدقل منهم عشر نفرات ثم قال أزنوا بماء من أمته بلش القصر تعرفون القصر بعد شنو والعرافين ثم قال أزنوا بماء من أمته فوزنني بماء فوزنتهم حتى البية غلبهم يعني وين وكفوا دولا ما أدري شون وزنوا يا ميزان أنا صراحة ما أدري يعني لازم يقولون هالطريقة شون حتى شون هلنا زرزال نقدر نوزن بيك ميزان ثم قال أزنوا بألف نعمتي يعني ما كفى العشرة والمية فوزنني بألف وزنتهم يعني حتى الألف غلبهم فقال دحه عنك فلو وزنته بأمته لو وزنهم وهذا أسناد جيد قوي يعني أسناد قوي وجيد يعني يقول له توزن بكل أمة يعني أمة محمد كل الزبالة يعني إذا هو وزنهم كلهم يعني باعتبار كلهم الزبالة هو أهم شي واحد بيهم يعني يعني يوزن بشون مستخف بعقولكم هذا الشخص اللي 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 ما عرف نشوه بيورا الجبل وطول حياته مقضيها شغلات شنيعة يسوي يزوج طفلة ويروح يمارس الجنس ويطفله ويتزوج زوجة ابنة بالتبني وجرائم أخرى ما يحتاج نقوله يعني كلها تعفوه هذا يوزن كل الأمة لو أنا أقول أبسط مسلم يوزنه وأجداد أجداد ما أقول كافر أقول مسلم يلا أبسط مسلم أنا متأكد عنده ارتزام أكثر من محمد آلاف المرات لأنه محمد كان كل شي يسويه ويشبع كل شي نفسه يسمح ناس عشر زوجات معدل ملكات اليمين السباية يعني وأمته مسمح غير أربعة شغلات هو يسمح النفسه ويأخذ الخمس وبعد وبعد ليش يوزن يعني يوزن جميع أمته يعني هذا إهانة لكم يا أمة محمد هذه إهانة لكم لو وزنكم كلكم يعني قلنا هذا إسنادة جيد قوي ثم قال وحدثنا أبو عمر بن حمدان عن عتبة بن عبد الله إنه حدثه أن جاء أن رجلا سأل النبي فقال كيف كان أول شأنك يا رسول الله يعني شون شنت أول ما ظهرت قال كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا ولم نأخذ معنا زادا فقلت يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا وحجبنا أكل فانطلق أخي ومكثه عند البهم بهايم البهم البهايم أسأ عرف البهم جمع يعني مثل هو البهيمة بهم بهايم يعني الموم ومكثه عند البهم لما قال مكثه عرفت قصد فأقبل إلي طائران أبيضان كأنهما نسران صاروا طائران أسأ أخوانهم غير شكل يحجون طائران أبيضان كأنهما نسران فقال أحدهما لصاحبي أهوى هو فقال نعم يعني ذول نسرين ويحجونوا بعيدين شون سمعتون والنسر يحجي يعني مثل ما يقول صدام حتى الفيل طيارة الفيل يطير قال يعني إذا جحش يطير عند عند أن محمد مع كل نسر ما يحجي يعني يقول لك الفيل يطير يعني قال له يطير بس مش كتير يعني يطير بس ما بيعلي ايه ما بيعلي المهم بيكسر صاحب الكلام صدام يعني المهم قال أهوى فقال نعم فأقبل يتدراني فأخذاني فبطحاني أقوى من أبطجعاني فبطحاني يعني دقوها لقع للقفة فشقها بطني ثم سخرجها قلبي فشقهاه فأخرج منه علاقتين صارت علاقتين السبعة يعني يا رجال انت شنتشاكي من علاقة واحدة صارت علاقتين والله ما خلصنا يا أخي ما خلصنا يعني بصراحة شو نحكي يعني هو كتر كتر خلي راح نشوف لساعة بحصة علاقتين يطلع كل قلبه علاقتين سوداوين فقال لحدهما لصاحبي اعتني بماء ثلج فغسلها بي جوفي شنو ما سوينا موطة يعني ايامنا شاب العراق يقبون الثلج يحطوه بشغلة ويصير يفروا فيها إلى أن تصير بوزة يعني جايب الثلج مشان ينظف فيها سمية بشرة ايوة ايوة ويحطولها ملح على الثلج يحطوا ملح مشان مدوا بسرعة ويضلوا يحركوا فيها مشان تصير بوزة يعني وصار بالبوزة غسلو فغسلا به جوفي ثم قال اعتني بماء بماء برد فغسلا به قلبي ثم قال اعتني بالسكينة فذرها في قلبي اندخل السكينة بقلبي اعنا واحد رصاصة تفوت يم قلبي يموت شو اندخل السكينة بقلبي هذا حمودي هذا حمودي حبيبي شو حمودي يعني حمادة ما يتشذب لا أبد ما يتشذب إنه هو وحي إلا وإنه هو وحي نوحة يعني وما ينطقه عن الهواء إنه إلا وحي نوحة علمه شديد القرآن كابل الله اعتني بالسكينة فذرها في قلبي ثم قال احدهم لصاحبي خطه فخاطه يا خيط الحمير دي ما أقوله شلو يعني خيط منين جاء بوين شعنك بخيط يعني اتفرض لانك بخيط يعني لما خيطت ليش اختفى الأثر يعني وختم على قلبي بخاتم النبوة قبل ما يخطوا بطي خيطوا بطنوا دربوا الاستامفل يعني هاي الاستامفل هاي الخاتم النبوة أنا بس ده أفهمها إذا بدنا نكتشف محمد إذا نشوف الخاتم النبوة نفتح له قلبه يعني حتى نتأكد شيء مضحك للأسف الشديد شيء مضحك عن جد يقولي انت جان قللي لما ختموا على قلبه ما حدا يقدر يشوف الختم يعني ليش ختموا أصلا يعني انت أقول لي يعني هو يعني بحاجة لختم يعني إذا الله من قبل قبل ما يخلق البشرية عنده لوح محفوظ وبيعرف محمد ينزل هل بحاجة إنه ينزله بالغلط ينزل بقلبه هالأشياء هاي بعدين يرجع يصلح ويرجع يختم له النبوة طيب ما هو بتعرفه نبي يعني كيف يعني بحاجة لخاتم نبوه وجوه قلبه يعني لو خاتم نبوه على جبينه مثل الزبيبية هدول الجماعة الزبيبية معقول يعني أوكي مبين قدام الناس بشان تبرهن للناس انه نبي ولكن بقلبه جوات قلبه ويعني بعد تصليح يعني لا يدخل العقل شوهي عقولكم يا شباب أنا عرفت ليش خاتم النبوه جان أنا أقول لك ليش الخاتم لما يصعد للسماء ويقولون من أنت يقول أنا محمد يقولون تعال جيون ستشينة عباك بطيخة يقول لا لا يشوفون الخاتم النبوه موجودة ولا لا 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 أنت غلطان هذا هذا مثل الكود تعرف الكود اللي مثلا تروع على السيبر ماركت بيحطوه على البضاعة وبيجي السكان بضغط عليه هيك خلاص سعره فلان بنحط على الكمبيوتر مباشر فمحمد لما بطلع بطلع على السماء الله بسريلوس كان أنت محمد ولا لا متعجي هذا على كل حال اللي ممختم ممختم النبوه يعني عملوا له الختم زين بعدين يقول فقال أحدهما لصاحبي اجعله في كفة واجعل له واجعل ألفا أن أمتي هذا بلش بألف ومع عشرة فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخرع علي بعض فقال نعم يقول أنا أشفق عليهم لي أقول علي من فوق أم ألف يعني أم هو صار تحت لأنه وزنهم يقول أنا خائف يقول علي خيالات التخيالات الكاتب ما توصل لهالدرجة يعني الألف وين وقفه كيف خائف يوح عليهم هذي بعد أشفق أن يخرع عليه بعضا فقال لو أن أمته وزنت به لمال بهم يعني كل الأمة خلص يفوز عليهم فأفشي الحديد إكسترا ما أدري ثم انطلق فتركاني وفرقت فرقا شديدا ثم انطلقت لأمي فأخبرتها يعني يقصد أنها أمي مو قاملا يقصد حليمة السعدية اللي مرضي عمالتي يعني اللي مربيتها فأخبرتها الذي لقيت فأشفقت أن يكون قد لبس بها فقالت أعيدك بالله فرحلت بعيدا لها وحملتني على الرحل يعني ما تقولون غلام بقد غلام ليش تركوا كليم شي شوية شوفونا فعلا هو يعني سنتين وقدر غلام وركبت خلفي وركبت خلفي وركبت خلفي وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي يعني أم الحقيقية فقالت أديت أمانتي وذمتي يعني أخ أخذ لكم مقبل أخذوا مالدة أديت أمانتي وذمتي وحدثتها بالذي لقيت ولم يرعها وقالت إني رأيت وخرج مني نورا رضات منه قصور الشام ما إيش رحنا هي رادت تسوي حيلة عليهم يقولهم مش ده سوون الضوء ما تعرفون في البرجة تخذوا ياكم ما عندي مجال شغلي كله يرقف الزباين كله واقفة يعني ورواه أحفد من حديد بقي بن الوليد به عروة بن الزبير قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عنه أبي در الغفاري قال قلت يا رسول الله كيف علمت إنك نبي حين علمت ذلك وستيقنت إنك نبي خلت سؤال شون عرفت أنت نبي قال يا أبا در أتاني ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة ووقع أحدهم على الأرض وكان الأخر بين السماء والأرض يعني واحد وقع الجناحات وقع ماذري موقع الباقي الثاني وقع بالسماء وكان الآخر بين السماء والأرض شوف خيالات المريض يعني حجينا بها المرض مالا بحلقة وللأخصال يعني أنتو دائما لما يحجي حجي تخيلوا المرض وقع بصرع الفصل الصدقي هذا اللي عندها يعني اللي دائما تهيألة يعني فقال أحد ما قال أهوى قال هو هو قال زينو برجل فوزأنني برجل فرجحت والمهم هذا إعادة واني ما لقد أدوخ بالخورة بس في الأخ عمران حابب يداخل معنا أخي عمران أخي عمران راح أتصل فيك ياريت ترد على السكايب تفضل أخي عمران تفضل 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 صوت ايه؟ لا صوتك كتير واطي ياريت علي صوتك بشان نوضع نسمعك تفضل هيك تمام؟ ها تمام تفضل أه 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 وعرف تسأله يا أنا ما بعد كيف ممكن يتفسر الموضوع حتى بالنسبة للمؤمنين أو للملحدين محمد أرسلته واليدته ليرضع عن البني سعد مغسبة غرض الرضاعة بغرض أنه يتعلم الفراسي الفراسي واللغة العربية الفصحة والقصص والشعامي والبلاغة لكن من المعروس أنه قريش كانت من أبلغ الغبائل العربية وأكثرها فراسي وشعامي هاي ما بعد كيف ممكن تتفسر بديه إذا الأخ أبو الحكم ممكن فيه يشرح اللي أسمعت السألة بالحكم ايه طبعا يمكن الأخ عمران ما شاب الحلقات اللي سبقت احنا شرحناها حيثينا أنه على أساس بعض قالوا أكو مرض وبعض قالوا أنه على أساس المناطق القرى يكونون في صحاب اللغة والكلام يعني رديني عليه أنه كلام فارغ يعني ذاتك تمامتها ما شفت الحلقة عمران نسى خبرك والبقية اللي ما سامعين خبرهم إنه على أساس أخدوه قسم قالوا أكو مرض بالمكة فرادوا ياخدوه بمكان على أساس يبعدوا عن المرض على أسا القرى واحنا نعرف القرى أوصخ من المدد على كل حال وهم أنه على أساس أنه يتعلم اللغة العربية الفصحة الأصيلة يعني بس هو احنا نعرف الشعراء والغدباء والمهمين كلهم موجودين في قلب مكة لأنه مكة كانت أصلاً هالحجر الأسود كانوا يزورون من كل مكان يعني مو قبل محمد يعني الأصنام موجودة بنص الكعبة فكانوا يجون من أي مكان يزورون هذا المكان هذا الشغلة القديمة يعني بس اختلف عد محمد كانوا يبترون من اليسار إلى اليمين حول الحجر الأسود وسواء من اليمين إلى اليسار محمد ما غير شيء ودائما يكره اليسار ويحب اليمين ويكره العدد الزوج ويحب العدد الفرد المهم يعني قصدي إنه الشعراء الحقيقين كانوا في مكة يعني يعني مكان ما يفهمون أي شيء يعني ناس يكونون جهلاء أخي عمرال أتمنى تكون وصلت الإجابة يعني إذا سمعتنا نسمعك أنت على اليسار بس قبل ما أسكر فضلت فضلت مبارح أول مبارح أخوتنا المسلمين قاموا بتنفيذ أربع تفجيرات انتحارية بمدينة غازية عندها بالتركية طبعا مضحايا كلها كانت من السوريين والعراقيين والإعلام ما غفى عنا أبدا بس أحابة بقول السلام والرحمة لأرواحهم للي باتوا بهالعمل الإرهابي أتمنى اللي عم يعلقوا ويسبوا على الإلحاد وعلى الحلقة بالتعليقات ما هو هنحكي وشوفوا أخوتهم شو عملوا بالعرب يعني للأسف الشديد المسلمين اللي بيجوا بيسبوا بيشتموا يعني أصلاً زرة الإنسانية فيهم منزوعة يعني لو كانوا بالفعل في زرة الإنسانية عندهم يوقفوا مع إنسانيتهم هاي بزرة صدق ويشوفوا هدول أخوتهم المسلمين لما عم بيقول الله أكبر بيفجر حاله ويفجر الناس معه شو عم بيعملوه ومنين جاي هاي الله أكبر الله أكبر ما تنذكر إلا بقطع الإقاب إن كان بشر ولا حيوانات يعني يعني لما تتبحوا الضحية مثلاً على عيد بقرة والغنمة والأشياء بتقولوا الله أكبر لما تتبحوا الإنسان تقولوا الله أكبر لما بتفجروا بتقولوا الله أكبر الله أكبر هي للقتل فأنا بتمنى يكون عندهم زرة إنسانية لكن للأسف الشديد إنسانيتهم ميتة يعني علينا نحن نحية بداخلهم بشكرة كتير عمران بشكرة كتير حبيبي طيب في اتصال راح الأخ دانيال حبيبي بداخل معنا أخي دانيال يا ريت ترد علينا بسرعة هلو دانيال هلو دانيال دانيال عم تسمعني؟ عم يحكم القيارة اللي عندي على الصفحة بسمعك صديقي اه تفضل تفضل تحيي لإنكم وتحيي لمفسرنا الرائع بالكثير يعني يعني يطعف ويجود علينا بكثير من المعلومات الجديدة والقيمة والرائع أحبات بس شارككم وأتشكركم على هذه الحلقة وهذه المعلومات القيمة والجديدة فقط الأعير ويدنا معكم والعقل ينصركم صديقي جان والعقل معك يا أخي دانيال يعني دانيال أنا بدي أسألك يعني محمد ليش ما رب محمد خلينا نسأل بالواقع ليش رب محمد ما خلى محمد يشفع بأمه يعني ليش ما قبل شفاعة محمد بأم محمد؟ هو لأنه بشكل عام هو يعلم علم اليقين بأنه في نقاط استفام على هذا الموضوع وفي نقاط استفام على الحالة الولادية اللي مرد فيها محمد وبيعرف جيدا بأنه المجتمع اللي هو عايش فيه بيعرف حقيقة هذا المولود وحقيقة يعني كيفية ولادته له هذا المولود يعني كيف ولد المجتمع بيعرف فما فيك تجي تكذب علينا المجتمع لأنه عاصر هذا الحالي فبزن عملية شفاعة لأمه حتكشفه اجتماعيا وحيكون فيها مشك لأمام الرأي العام بهذه المنطقة يعني فلذلك ابتعد ابتعاد كله مثل ما ابتعد عن موضوع عمه عد المطلب فلذلك فيه طواقف بتقول انه هو يعني مثل السنة بيقوله انه بالنار ومات على كفر بينما الشيعة بيبرقه حتى ما يكون يعني نسب علي من أبي طالب في شريان خليه يسميه فيه كفر فالموضوع بكل بساطة هو وضع تبرير ووضع شفاعة لأيدي الإنساني حيعمل علامات استفهام لأنه فيه رواية بتقول انه عادي المرأة واللدته لمحمد بعد أربع سنوات حيصير فيه مشكلة اجتماعية حول محمد وحيصير فيه انتقاد اجتماعي لأله فلذلك بظن أنا يعني من زكاؤه هرب من هذا الموضوع والتف على هذا الموضوع بكل بساطة وحتى ما اتطرق له بأمور يعني لذلك من شوف سكر أمه لمحمد بالروايات او انه مرحلة طفولته اساسا هو مريبي مع أمه هو مريبي بباية أمه يعني أمه بعثته عن الناس ربه يعني ما بعرف اسمها للي اخدته ربته يعني حتى مرحلة تربيته يا محمد في علاية مشاكل وتعرف انت الطفل نفسيا بس ير ببعيد عن أمه وبغياب الأب فالطفل بشكل عام بيصير عنده مشاكل يعني مش هنقول هيصير مريض نفسي بس بيصير عنده مشاكل بشخصيته لأن المكمل لهذه الشخصية هو الأم والباية فمحمد بشكل عام ربه بلعب وربي بعيد عن الأم وبنفس الوقت في حديث بدور عليها حول هذا الشخصية وكانوا لو بيولدوا بالمجتمع العربي لديك الفترة بهذه الطريقة بيصير عليهم مشاكل ألا وهو ولد بعد أربع سنين فبظن أنا انه بتاعد تليا عن ذكر الشخصية أمه أو الكلام عام شخصية أمه خوفا من مشكلة اجتماعية بكل بساطة طيب شكرا كثير لك دانيال شكرا على الرأي الطيب شكرا شكرا حبيبي حبيبي جان أبو الحكم إذا في عندك أي تعقيب على عمران أو دانيال تفضل مينو تجاو بس اللي صوت حبيبيت بأشكر كارجانو وعمران ودانيال لينو متصلوا وعرضوا وآراهم وافكارهم وزودونا بمعلومات أخرى عن محمد وهذا كلام اللي عمران طبعا جاوبنا عليه بس الأخ دانيال كلام صحيح يعني هو المشكلة الأساسية بمحمد هو مشكلة أمه يعني أمه كانت يعني ما يعرف شلون يغطي وما يقدر يذكرها بسوء لأنه إذا يذكرها بسوء راح يقولولا أنت ابن حرام أو أمك ممر بياتك أو أي شي فهو يحاول بأي طريقة يعني عنده عدة حرب نفسية يعني بداخله يعني أنه الأم تبقى أمه نفس الوقت ما يقدر يكسر بيها لأنه إذا كسر بيها يعني خلص هو كسر بنفسه يعني فهو كان يحاول بأي طريقة أنه يقول كويسة ويهتمت بيها ويطلع النور منها وهالكلام يعني وبعدين نفس الوقت ما يقبل إنه تدخل للجنة لأنه إحنا نعرف دم ما يقول الله ورسوله الله ورسوله ويقبل نفسه يعني يعني منه ذا الله اللي يحكوا يعني ما عدا الشغله عمل يشوف محمد شي سوي حتى رحكوا يعني شنو هذا الإله ملتي بواحد من الجزيرة العربية وتارك الكرة الأرضية كله وتارك الأجرام السماوية كله ومركزي على واحد من البادية المهم يعني مشكلته مع أمه بقت للأخير يعني إنه محتار بين يمدحها ولا يذمها فبالآخر يعني آخر شي قال إنه خلاص ما قدر عقل الباطل ما قدر يدخل للجنة وهو لما متربوا إياها طبيعي رح يصير الجفاء ورح يصير الحقد له وهي شوية من ربية كان يفكر شوية من حاسنة يعني تمام تمام شكرا كتير لك في شي تاني تخبرنا عنه بالحال الحلقة يعني شسمة يعني شوية بارقيلي شوية خلص الجسمة وإذا ماكوا اتصال إنت بعد تقدر تلهي رح أشوف لش بارقيلي هتقل شي بسيط باقيلي فضل فضل أوكي هذا الشيء أشياء قلت اللي 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 تكرر ما رينا ذكره لأنه إحنا ذكرناه وما بي أي معنى لذكر مرة أخرى بس هو من طرق أخرى يعني بس عدة روات يعني مدام بن عساكر حجها وغيرها وطرق بن وهر فيعني الكلام كله معاد فهذا كله دليل للمسلمين إنه هاي الأحاديث صحيحة ومن عدة طرق جاية فإنتوا لازم تعرفونه هاي الخزعبلات والخرافات اللي كان يحتيها محمد حقيقية حاتية يعني كواية لأسانيد يعني أنا شوف رواية أخرى يقول لك أخذ بقر زمزم وحديث أخر مقرأة يقول جبريل إجا شقلة بطنة يعني كلام كله تمثيليات وياريت شبه وبعض يعني إذا أكون شي مختلف رح أقرأ أو أنهي يعني صراحة أريد أنهينا لأنه شغلات كلها مكررة وما أريد أدخل على موضوع آخر لأنه الموضوع الآخر اللي راح ندخل عليه وفصل كفالة عبد المطلب للنبي محمد يعني لما يستلمى زد عبد المطلب فهذا اللي نحتيه بالجزء الآخر لما استلمى عبد المطلب هو يعني عاش حياة تعيسة يعني لا أب على رأسه ولا أم وبعدين استلمى عبد المطلب وبعدين استلمى أبو طالب وأبو طالب أصلا محت رمل محمد راد منه بنت منطعة يعني راد يزوج بنته ولا آمن به الآخر العمر إن كان ذليل عايش بكل مكان كان ذليلي يعني على كل حال أشكر أشكرك جان وأشكر الأخوة اللي ساعة صدره وراح يشوفهم بالأسبوع القادم على الأكثر راح يكون الثنين باعتبار أنه يعني أخذ شيء ما تقدر إلا الثنين فأجدناها الثلاثة أسبوع الجاية للحلقة من محمد من الألف اللي راح تكون الثنين على الأكثر إذا ما حدث شيء طالق يعني أشكروا لكل الأخوة يعني أنتم قسمعونا أكيدا راح يكون أظن يعني الثنين حلقتنا الجاية بمحمد من الألف اللي هو بنكمل بالتبني ونشوف قصة التبني أصلاً يعني أو يعني قصة التبني يعني أنه ابن أخوه يعني بقولوا أنه بيت المطلب هو لا أظن يعني هو متبنينه أكيد بيت المطلب هذا الاعتقد يعني على كل الأصدقائي أنا بشكركم كتير على المتابعة وشكر أخي أبو الحكم على الوقت الطيب العطانية وأشوفكم على الساعة ثمانية يعني تقريباً في ساعة وأربعين دقيقة من هلأ في مع دانيال أخونا دانيال والأخ ليث الكوثري في خرافات عقلانية نشوف خرافات المؤمنين وعقلانية وخرافات المؤمنين أشكركم كتير وإلى اللقاء في حلقة القادمة شكراً أبو الحكم شكراً شكراً باي باي